وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم إلي وسيمي دبيني المدير الإداري والمالي للمستشفى الإنجليزي في الناصرة أهلا وسهلا بك سيد وسيم أعلم بك مجد بجميع المركهبين نعم بداية وضح لنا ما سبب هذا الإضراب المفتوح بعد أن اعتصمتم أمام الكنيسة في القدس تم التوصل إلى تفاهمات واليوم ما الذي حصل؟ اللي صار للأسف إشي جدا بسيط وجدا مزعج ومكلك أنه الحكومة بعدما مضت على التزام وتعاهد تجاهنا بتحويل ميزانيات اللي من خلالها نقدر نخلص سنة 2021 مع كل ظروفها الصعبة وانتشارها وباقي الكورونا الحكومة مش عم بتطبق تعاهداتها ونتيجة لعدم التزام الحكومي في تعاهداتها وتحويل الميزانيات اللازمة المستشفات الأهلية موجودة في أزمة مالية اللي بتخطر دفع معاشات لعمالها بالشهر الجاي وجزء من المستشفات بلا ما أذكر أسامي في عندها نقص بالمعدات جزء ما بقدر يعمل عمليات قصفرة جزء ما بقدر مش عم توصلوا حتى واجبات دم إلا إذا بدفع نقدا وهذا وضع اللي لا يمكن السكوت عليه لأنه نرجع من كل الأشياء الأساسي أنه المستشفيات هي مش الهدف المستشفيات هي وسيلة حتى تعطي المواطن حقه وتعامله وتعطيه الخدمات اللي هو بيستاهلها خدمات متساوية زي لو أنه موجود في مدينة اللي فيها مستشفى حكومي لا يعقل أنه مستشفى أهلي اللي خاض على نفس المعايير والأنظمة اللي من قبل وزارة الصحة اللي بيخضع لها أي مستشفى تاني يجحق في حقه من ناحية ميزانيات هذا الشيء اللي احنا كمجتمع ممنوع نقبل فيه نعم إلى هذا الحد وصل الوضع يعني من الناحية المالية والاقتصادية أن يتم أيضا إيقاف أجهزة التنفس الاستناعي أليست خطوة صارمة بعض الشيء وقد تشكل خطرا على حياة المرضى يعني ما مصير مرضى كورونا المتواجدين لديكم أو من سيصل يعني إليكم من اليوم مصاعدا لا خليني أوضح نقطة أساسية جدا لأنه احنا متألمين جدا للإجراءات اللي عم نسويها ولكن أنا برجع وبقول زي ما كتبنا في كل البيانات تبعتنا مرضى اللي بحاجة لعلاج متعجل أو منقذ للخياة احنا منستقبلهن ومنعطيهن الخدمات اللازمة احنا مش ممكن الله صمح الله نراهن على حياة أشخاص أو المغامرة فيهن لا مش هذا اللي عم نحكي عنه احنا عم نحكي على احتجاج اللي بيشمل إلغاء الأدوار في العيادات الخارجية وإلغاء عمليات اللي هي مش عمليات مستعجلة هاي شغلة كتير مهمة وتوضيحها جاهز مهم وهذا ما بيقول أنه احنا كمان مرة منستهين في هذه الخطوات الوجع تبعنا أنه احنا عم نوخدها هو قاسي جدا وأخذت معنا مراحل طويلة جدا لحديث موصلنا لهاي النقطة لأنه اليوم احنا عم نطالب في الأشياء اللي هي أساسية لا يعقل أنه ما يكون فيه معنى ميزانيات كافية اللي نشتري معدات فإحنا مش ماخدين إجراء اللي هو احتجاجي عندما احنا وصلنا الوضع اللي ما عنا إمكانية أنه نشتري معدات ونتفع للطواقم لذلك هذا مش قرار اللي احنا ماخدينه بسهولة إنما أجبرتم على ذلك لصلاة الوضع المادي ما هي المبررات الحكومية؟ لماذا ترفض الحكومة الإسرائيلية منحكم ميزانيات متساوية أو ما أنتم بحاجة إليه لاستمرار عملكم؟ علما بأن مستشفيات الناصرة توفر خدمات لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ونحن في ظل أزمة صحية تعاني منها البلاد ومن المفترض أن يتم الاستثمار بالمستشفيات أنا موافق معك وللأسف مش قادر ألاقي ولا أي تحليل منطقي للتصرفات اللي بتتصرفها حكومي للأسف وزارة المالية بعدها بتطلع على الصحة كمصروف مش كاستثمار في حياة بن أدمين فلذلك إذا بتطلع عليها كمصروف هن بجربوا يقللوها قد ما بيقدروا بينما إذا بتطلع عليها كاستثمار واضح أنه بالآخر إذا الشعب والمجتمع هو شعب ومجتمع يتمتع بصحة جيدة فهو بقدر يشتغل بيدفع ضرائب أقل المخصصات بقبض أقل المخصصات من التأمين الوطني فلذلك التفكير الاقتصادي السليم أن الدولي لازم تستثمر في صحة المجتمع وأبناء الدولي حتى يرجعوا بالمردود الاقتصادي حتى عليها نعم وأنا خاطط خصوصي على جانب لديك الوقت سؤال الأخير هل تم التواصل معكم بعد الإعلان عن الإضراب من قبل وزارة المالية أو وزارة الصحة وما هي أبرز المطالب وهل يعني كيف ستتأكدون من أن يتم الإفاء بالوعودات هذه المرة للأسف لحديث هذه اللحظة ما حدا حكى معانا من أي من الوزارات وهذا بفكر فيه نوع من الاستثاف أو بدي أستعمل كلمة الوقاحة لما الدولي بفركش معها أنه 2 مليون بني آدم من مواطنيها يضلوا بلى خدمات صحية بفكر هذا بحد ذاته بورجي قديش التعامل تبعنا مع الوزارة هو تعامل صعب ومجحف وبتأمل أنا أنه الجمهور يستحملنا يوقف معنا لأنه إحنا عم نعمل اللي عم نعمله عشانه زي بدي أشبه في عملية جراحية صغيرة اللي بتوجع لأكم دقيقة أو ساعة ولكن بعدها الإنسان بقيش حياته برفاهية هذا اللي عم نجرب نسويه بدنا التكاتف والتكافل والدعم من المجتمع معانا حتى نقدر نحسن الخدمات نطورها ونوفر للجمهور الخدمات اللي هو بستهل اشتركوا في القناة